السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضاء النشاط العلمي للسنة الرابعة المتدائي إذن اليوم عمنا الدرس الرابع الحصة الأولى في الدرس الرابع وهي حول الضوء والألوان في الصفحة 32 من كتاب الفضاء إذن ننتقل إلى الصفحة 32 إذن سنشتغل بجدادة كذلك في هذه الحصة إذن بالنسبة للمستوى هو المستوى الرابع ابتدائي بالنسبة للنشاط العلمي هو المادة النشاط العلمي الوحدة الثانية الدرس الرابع الحصة الأولى في الدرس الرابع ثم عنوان الدرس أو موضوعه هو الضوء والألوان إذن هنا يلمد غالبا 30 دقيقة الهدف التعلم اليوم هو أن يتعرف المتعلم أن الضوء مركب من أضواء ملونة يعني الضوء الأبيض الذي ينتج عن الشمس هو الضوء الأبيض هو ليس ضوءا أحاديا وإنما ضوءا مركبا إذن خلال هذه الحصة بعض الوسائل التعليمية سيحتاج المتعلمون الضفاطير والألواح وكراسة المتعلم ثم حوض به ماء مصباح مرآة موشور كل هذه الأدوات أو الوسائل التعليمية سيتم استغلالها خلال أنشطة التعليم والتعليم إذن أولا نبدأ بحصة التقويم تشخيصي للحصة السابقة إذن في الحصة السابقة إذن كنا قد تطرقنا لبعض التحولات إذن في الحصة السابقة تطرقنا لبعض التحولات وقلنا بأن هناك تحولات كيميائية وتحولات فيزيائية إذن في هذا الصدر أستاذ سيطرح على المتعلمين أسئلة متعلقة بالحصة السابقة لكي يذكرهم ويربط هذه الحصة الجديدة بالحصة السابقة إذن أعطي بعض التحولات الكيميائية ثم بعض التحولات فيزيائية مثلا بالنسبة للتحولات الكيميائية مثلا صدق الحديد صدق الحديد أو احتراق الشمع هذه من بعد بعض التحولات أو التغيرات الكيميائية بالنسبة للتغيرات الفيزيائية مثلا تجمد الماء مثلا دوبان الملح في الماء أو السكر في الماء فهذه بعض التحولات الفيزيائية لأن التحول الفيزيائي هو تحول إنعكاسي بينما التحول الكيميائي غير ذلك إذن ننتقل بعد ذلك يتم منتقال إلى ألاحظ وأتساءل ثم تتم قراءة نص الوضعية في صفحة 32 من الصورة والصورة التي مقابلة لهذا النص إذن يوجه الأستاذ تلاميذ إلى قراءة الوضعية وملاحظة الصورة إذن نقرأ هذه الوضعية كما أننا في القسم وسيقرأها أحد المسعدين إذن بعد يوم منطر وخلال افترة ظهور الشمس رأى أحمد شريطا ملونا في السماء فانظهر وقال لأخيه الأكبر ما هذا فرد عليه قائلا إنه قوس قزح فزاد ذلك من استغراب أحمد وتساؤلاته إذن هنا الأستاذ سيستدرج المتعلمين لطرحي سؤال تقصي إذن السؤال تقصي إما يكون عنده علاقة بموضوع الحصة وإما يكون عنده علاقة بالوضعية إذن السؤال الأهم هو أنه يكون واحد السؤال الذي ستتم الإجابة عنه في نهاية الحصة إذن مثلا السؤال كيف يتكون قوس قزح؟ كيف يظهر هذا قوس قزح؟ كيف يظهر في السماء؟ شنو السبب؟ إذن هذا بين الأسئلة التي يمكن طرحها إذن يطلب الأستاذ من المتعلمين الإجابة عن سؤال تقصي في مجموعات مثلا أن ينشئ المتعلمون مجموعات ويبدأون في اقتراح بعض الفرضيات والأستاذ يقبلوا كل الفرضيات من جميع المجموعات ثم يختاروا بعد ذلك الفرضيات التي تلائم الجواري إذن هنا الفرضيات دائما تكون يعني ليس بالضرورة أن تكون صحيحة فهذا من الأمور ولهذا لا يجب ترك الفرصة للمتعلمين للتعبير عن آرائهم وتصوراتهم وتمثلتهم إذن مثلا بين الأجوبة التي يقدروا يقدمها المتعلمون مثلا عندما تسقط أشعة الشمس على قطارات الماء على قطارات الماء لأن قوس القزح لا يظهر إلا في يوم ممطرة فلا يظهر في أيام غير ممطرة وبالتالي فقطارات الماء ضرورية بطبيعة الحال يتحلل الضوء الأبيض فيعطي ألوانا تسمى بألوان طيف فهذا اقتراح مثلا أو فرضية يمكن أن يفترضها في المتعلم إذن بعد ذلك يتم الانتقال إلى النشاط الأول في النشاط الأول هنا في النشاط الأول هناك الأمر يتعلق بجريبة إذن في هذا النشاط سيحتاج المتعلمون حوض به ماء إذن هنا أريد أن يوزع مثلا الأستاذ مجموعة الأحوض بها ماء ومصباح ومشور قائم موشور شفاف ثم يطلب الأستاذ من المتعلمين إنشاء هذه المجموعات وإنجاز تجريبة حسب ما جاء في نص النشاط إذن هنا بواسطة مرآة ومصباح وحوض به ماء أضيء المرآة ثم أسجل ملاحظة إذن هنا كي تم الغمر المرآة في الحوض الذي به ماء ثم نضيءها ثم بعد ذلك لاحظوا ماذا يظهر هنا تظهر ألوان متعددة إذن هنا أضيء المرآة ثم يسجلون المتعلمون بعد ذلك يسجلون الملاحظات في أوراق أو في ضفتر تقصي إذن عند إضاءة المرآة ماذا يحدث تنتج عنه أضواء ملونة ثم سؤال الثاني أقارن هذه الأضواء الملونة على الشاشة بألوان قوس قوزح إذن هنا بالطبع الحال جواب سيكون هي نفسها هي نفسها الأضواء الألوان هي نفسها الألوان التي تظهر في ظاهرة قوس قوزح في ظاهرة قوس قوزح إذن هذا كل ما يتعلق بعض النشاط ثم ينتقل بعد ذلك المدرس أو الأستاذ إلى النشاط الثاني إذن في النشاط الثاني ليس لدينا تجربوا إنما لدينا أن يعتمدوا على الوثائق إذن هذا أول مرة النشاط يعتمدوا على المناولة وعلى تجربوا في بعض الأحيان يعتمدوا على الوثائق يعني يتم استثمار تلك الوثائق إذن يقترح الأستاذ ملاحظة الوثيقتين يطرح الأستاذ السؤالين متى نرى قوس قوزح إذن هنا نقرأ المشاط إذن في سنة 1669 قام العالم البريطاني إسحاق نيوتون بتحليل ضوء الشمس وذلك بوضع مشور أمام أشعة الشمس فحصل على أضواء ملونة تنبعتهم من المشور وبهذا بيّن أن ضوء الشمس مكون من أضواء ملونة تسمى طيف ضوء الشمس إذن هنا سؤال هنا أحدد عدد أنواع ألوان قوس قوزح ثم أقارنها بألوان طيف ضوء الشمس إذن هذا العالم عندما عرض المشور لأشعة الشمس اكتشف بأنه أن الضوء الأبيض ليس أحادي إذن الضوء الأبيض ماشي واحد احنا كنا نقوله الضوء الأبيض ولكن هو وراء عدة ألوان غير أن العين المجرد عاجزة عاجزة عن ملاحظة تلك الألوان فما الذي يفضح تلك الألوان الضوء الأبيض هو المشور القائم الأجسام الشفافة كما رأينا في الجربة السابقة فهذه الأجسام تكشف حقيقة الضوء الأبيض فالضوء الأبيض هو مجموعة من الألوان وليس لون واحد إذن هنا ماذا سنقول إذن عدد ألواني قوسي قوزح هي سبعة وألوان طيفي وألوان طيفي ضوء الشمس كذلك سبعة كذلك سبعة إذن هذه المقارنة بين ألوان قوسي قوزح وألوان طيف ضوء الشمس إذن باستعمال المشور أعطتنا سبعة وباستعمال قطارات الماء في قوسي قوزح أعطتنا سبعة إذن نفس النتيجة إذن على دفتار التقصي أفسر بالرسم كيف تكونت ألوان قوسي قوزح ثم استنتج إذن هنا مثلا المتعلمون سيأخذوا قطارات الماء مثلا ثم أشعة الشمس هكذا أشعة الشمس سيجرونها بلون أصفر أو أبيض ثم بعد ذلك سيحاولون أن تنبع ألوان سبعة لتشكل مثلا سبعة ألوان هكذا يتم ورسم يعني طريقة كيف تم ظهور ألوان الطيف السبعة إذن هنا بالنسبة لماذا سنقول إذن نتاجة 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 إذن نتاجة ألوان الطيف السبعة ألوان الطيف السبعة بعد مرور بعد مرور بعد مرور ضوء الشمس أو أشعة الشمس عبر قطارات الماء عبر قطارات الماء فتكونت عبر قطارات الماء التي حللت إذن شنو دارت قطارات الماء حللت التي حللت ضوء الشمس هي التي حللت ضوء الشمس فتكونت ألوان الطيف إذن هنا ننتقل دبا إلى الاستخلاص إذن هنا في هذه الحالة يستدرج المدرس المتعلمين إلى صياغة هذه الخلاصة انطلاقا من ملء هذه الفراغات إذن ماذا سنقول يتكون الضوء الأبيض من ماذا يتكون من سبعة أضواء ملونة سبعة أضواء ملونة هي الأحمر والأصفر إذن هنا يخص نجوج إذن الأصفر يأتي بعد منه البرتقالي البرتقالي ثم بعد البرتقالي الأخضر ثم الأزرق والنيل والبنفسجي إذن تبدأ بالأحمر وتنساهي بهذا الترتيب بطبيعة الحال فهي مرتبة ترتيبا فهذا الترتيب يجيب حفظه بطبيعة الحال إذن ننتقل بعد ذلك إلى الاستثمار كم عدد ألوان الطيف ضوء الشمس هي سبعة ألوان هي سبعة ألوان ما هي هذه الألوان؟ إذن بالترتيب عندنا الأحمر البرتقالي الأخضر الأزرق النيلي إذن هنا نسيت الأصفر الأحمر الأصفر الأزرق النيلي ثم البنفسج هذه هي ألوان الطيف السبعة إذن كيستيان 2 أي هنا يخصي نكتبه من أين جاي قوسكوزح يمكن لك إصدر كيفية تتكريع قوسكوزح يمكن لك إصدر دعوان اذا بعد الزمال كنا نحن نكتب كمان و أفضل الكبير من العين لك من الأدواء أفضل 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 الصحيح الصلاة الشمس التوطر الغربة الغربة المشاهدة دو قطارة الماء نيكو تلت نيكو تلت دو نيكو تلت نحن بطريقها لذلك هذه هي كتاب الفضاء في النشاط العلمي للسنة الرابعة